بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير ومتابعة حية وإطلالة إخبارية هنا من قناة النادي الأهلي لكل وهو جديد داخل النادي الأهلي وقطاعات النادي الرياضية ومتابعة حية بالتأكيد بعد فوز الأهلي بالأمس على تونشيب بطل بتسواني بسلسة أهداف مقابل لاشيه في الجولة السالسة من مباريات المجمع الأولى لدوري أبطال أفريقيا والعديد من الأخبار المحلية والعالمية ومتابعة كل مباريات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالأمس على مدار اليوم بالكامل سمان مباريات أهداف عديدة ومفاجآت مصيرة في دوري أبطال أفريقيا بالطبع متابعتنا لنادي الأهلي بالأمس بعد الفوز بشكل إيجابي وفوز بشكل كبير على توين شب سلسة أهداف مقابل لشيء يعتبر فوز معنوي وثقة كبيرة لدى الجهاز الفني للمرحلة القادمة ويعتبر هذا الفوز هو الانطلاق الأفريقية للنادي الأهلي حيث يبدأ الملك مشواره في البطولة الأفريقية للقبض على الأميرة الأفريقية أمجد الكؤوس الأفريقية دوري الأبطال بعد الفوز على بطل بيتسوانة وانطلاق متميزة ولكن مباراة العودة لا تقل أهمية عن مباراة الأمس والفوز بها يعتبر استكمالا للنتائج الإيجابية والفوز الذي تحقق بالأمس على استاد برج العرب بحضور عشرة ألاف متفرج من جمهير النادي الأهلي العظيمة والتي كانت الداعم والساند الأول للفريق الأول في هذه الانتصار وفي هذا المكسب الكبير استكمالا للبطولة الأفريقية بشكل جيد والتواجد بشكل قوي في المنافسة على إحدى البطاقتين مع الترجي التونسي وتونشيب البتسواني وكمبالا سيتي الأغاندي ثلاثة أهداف مميزة ثقة ودعم كبير جدا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باترسا كارتيرون وباقي أعداء الجهاز المعاون كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بعمال مدير القرى وأيضا الكابتن سامي أمصان مدرب المساعد والكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى ومايكل ليندمان مدرب الأحمال وحسين عبدالدايم مساعد مدرب الأحمال ودكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول وكل أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي بهذا الانتصار والانطلاقة المتميزة لفريق النادي الآلي في هذه البطولة الأفريقية فريق النادي الآلي بعد مباراة الأمس وهذا الانتصار وتواجده في المركز الثاني وصعوده من المركز الرابع إلى المركز الثاني بسلاسة نقاط وسلاسة أهداف ويأتي في المركز الثاني خلف فريق الترجي المتصدر بسبع نقاط سلاسة نقاط كانت مهمة للفوز لارتفاع الرصيد بعد نقطة وحيدة في مباراةين إلى أربع نقاط في المركز الثاني لذلك كانت سلاسة نقاط مهمة جدا لفريق النادي الآلي تصعد بالأهل في المركز الثاني بأربع نقاط خلف فريق الترجي ويدخل الأهل المنافسة بشكل جيد في هذه البطولة الأفريقية الفريق حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء معسكر الأسكندرية هذا الأسبوع بعد مواجهة تاونشيب أمس في الجولة الثالثة هذا الفوزة زي ما قلناكم رفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويستعد الفريق بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم 28 يوليو أججاري تعتبر مباراة مهمة جدا في إطار مباراة الجولة الرابعة لكن الجهاز الفني فضل أن يعطي اللاعبين راحة بعد معسكر الأسكندرية اللي أقيم لمدة ثلاثة أيام قبل هذه المباراة الهمة ونتيجة تضغط المبارايات الودية والمعسكرات والاستعداد في بداية الموسم فضل الجهاز الفني أن يعطي اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة لاستكمال المشوار الإفريقي والانطلاق خلال الفترة القادمة بالأمس كانت المباراة فيها خشونة كبيرة جدا من فريق تاونشيب البتسواني لدرجة حوالي خمس لعبين من فريق بطل بتسوانا حصلوا على إنذارات وكاد أحد اللاعبين أن يتعرض للطرد والحصول على الكرت الأحمر نتيجة التعامد الخشونة واللعب بشكل خشن أثناء المباراة وبالتالي كان هناك عديد من الإصابات والكدمات لدى عدد من اللاعبين حسام عشور أبرز هؤلاء اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات في المباراة بالأمس وتعرض لكدمة قوية في الرجبة خرج على إسرها للعلاج والإسعافات الأولية من قبل دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي ويغضح حسام عشور لفحص طبي قبل انطلاق المران غدا بإذن الله مع مجموعة اللاعبين الذين ليست قوية لكن بشكل عام غدا الجهاز الطبي سيجري بعض التدريبات الاستشفائية ومتابعة حالة اللاعبين الذين تعرضوا لكدمات قوية في مباراة الأمس أمام توينشيب مباراة كانت مصيرة مباراة فيها عصبية كبيرة من بطل بتسوانا أحد اللاعبين اللاعب رقم أربعة حصل إلى نزار رساني وبالتالي لن يشارك في مباراة العودة بإذن الله بعد عشرة أيام في بتسوانا لكن الحمد لله أنا أطمئن أن كل اللاعبين في فريق النادي الأهلي جاهزون للمباراة القادمة في الجولة الرابعة الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقايم بعمل مدير القرى كان ليه تصريح هام جدا عاقب المباراة بالأمس وقال إن الفوز على توينشيب خطوة لتصحيح المصار في الفترة القادمة وتصحيح مصار الفريق في البطولة الأفريقية واجه الكابتن يوسف الشكر لكل لاعبي فريق النادي الأهلي بعد الفوز على بطل بتسوانا في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد برج العرب قال إن الفوز ده خطوة مهمة للغاية لتصحيح مصار الفريق في منافسات المجموعة خاصة إن حصد النقاط السلاس دفع كبير جدا للفريق النادي الأهلي بعدما قفز إلى المركز الثاني بعدما كان الفريق في المركز الأخير بعد أول جولتين تعادل أمام الترجي التونسي سلبيا في استاد برج العرب وخسر المباراة الثانية في أغندا أمام كامبالا سيتي كابتن يوسف قال إن كل لاعبي النادي الأهلي كانوا على قدر المسئولية وقدموا مباراة جيدة رغم إننا في بداية المسلم لكن الفريق استطاع أنه يحصد العديد من المكاسب من الفوز بالأمس ووضع قدمه بشكل جيد نحو الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي يعتبر فريق النادي الأهلي يسعى بشكل عام طبعا إلى المركز الأول لكن حتى هذه اللحظات الأهلي في المركز الثاني وكلنا شفنا بالطبع حضور جماهير النادي الأهلي وكان حضور لافت للنظر التزموا بالتشجيع المثالي شجعوا الفريق من أول دقيقة حتى آخر دقيقة لعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في أشد الاحتياج إلى جمهور الأهلي في الفترة القادمة المدرب العام للفريق تكلم على إن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الظروف التي تسلم فيها المهمة بداية من خود فترة الإعداد الأولى دون الدوليين لتواجدهم في معسكر المنتخب فضلا عن تأخر انضمامه إلى معسكر كرواتيا يمكن كلنا عارفين أن الدوليين انضموا في الثلاثة أيام الأخيرة في معسكر كرواتيا بالإضافة إلى أن الجهاز افتقد له جهود مراوان محسن مراوان محسن كمان ما كانش موجود فيه معسكر كرواتيا بالإضافة إلى انضمام سليفة كوليبالي ومراوان محسن في التدريبات الأخيرة قبل مباراة تونشيب بساعات قليلة كل هذه الظروف الكابتن يوسف بيتكلم أن كلها كانت ظروف الجهاز الفني بيحاول يتغلب عليها عشان يبدأ مشواره الأفريكي بشكل جيد عشان يكون فيه ثقة لدى أطراف المنظومة الأهلوية بشكل جيد وأن الفريق ياخد ثلاث نقاط مهمة مع مباراة تونشيب في الجولة السلسة كابتن يوسف أشار إلى أن القادم سيكون أفضل خاصة في ظل رغبة الجميع إن شاء الله لمواصلة المشوار الأفريكي بشكل جيد ونجاح للتأهل لمونديال الأندية ويمكن أن كان عندي حديث وكنت اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف يعني النهاردة وعاقب المباراة بالأمس كابتن يوسف قال أنهم أشتغلوا على عامل النفسية لدى عدد من اللاعبين عندك لعبة رجعة من تصفيات ومباريات كأس العالم في روسيا 2018 سواء لعبي منتخب مصر الدوليين أو حتى علي معلول من المنتخب التونسي كانوا محتاجين إلى جراعات نفسية وتأهيل نفسي جيد لهذه المباراة وتأهيل وريكافري ترجمة نانسي قنقر